اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبقت بعض الروايات الدالة على أفضلية العلم وأن من يوجد هداية الآخرين هذا له أجر عظيم عند الله وصلنا في آخر رواية الإمام الجواد سلام الله عليه بأنه من يأخذ بأيدي شيعتنا من من انقطعوا عن إمامهم فيوجب تقوية قجتهم هذا له أجر كبير عند الله ومنزلة عظيمة قال بأكثر يعني فضل هذا الرجل يكون أفضل بأكثر من فضل السماء على الأرض فهذه السماء أطرافها مترامية ملايين المجرات الكواكب الشموس وبالنسبة إلى الأرض الصغيرة الحقيقة لا شيء أعرف بالنسبة إلى السماء فهكذا فضل العالم الذي يوجب هداية الآخرين وسبق وأن قلنا وذلك لأن العلماء هم العلة المبقية للدين يعني لو لا العلماء لو لا الرواة لن قطعت عنا روايات أهل البيت ولن دثر معالم الدين فالرواية لو لا زراره لظننت أن آثار أبي في رواية مغمون رواية انتهت في رواية أخرى لو لا هذه الثلاثة لن درست آثار الدين أو آثار النبوة إذن هؤلاء الرواة هؤلاء الفقهاء بعد الرواة في زمن الغيبة الكبرى هم الذين حفظوا الشريعة فهم العلة المبقية للدين هذه العلة المبقية هي لها الأفضلية لأن مشروع المعصومين عليهم أنظر الصلاة والسلام هو مشروع الهداية هذا المشروع استمر إلى يومنا هذا ببركة الرواة ببركة الكتب الروائية وببركة الفقهاء الذين أوصلوا لنا معالم الدين ومسائل الشريعة فيكون بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسية والحجب على السماء فالسماء بالنسبة إلى الأرض شيء عظيم والأرض لا شيء بالنسبة إلى السماء ولكن هناك مخلوقات أكبر لله عز وجل اللي السماء لا تكون إلا كذرة في صحراء مخلوقات أعظم جدا أكو في رواية أن كل هذا الكون المخلوق يكون أمام بعض ملائكة الله المسبحين يمكن في النهجة البلاغة موجودة كذرة على لسان هذا الملك شلون ملك ضخم عملاق عظيم اللي هذا الكون شنو المقصود بالكون كل المجرات أو شيء آخر أصغر أكبر ما أدري راجعوا نهج البلاغة أنه كذرة على لسان هذا الملك اللي ها عد ما أكثر هذه الملائكة لما أنهم أجسام يمكن أن تكونوا نورانية فتتداخل أجسامهم يعني لا منع في هذا الفضاء المحدود مليارات الملائكة يتواجدون لا منع من ذلك هذه السماء بعظمتها ولكنها مقابل الكرسي والعرش والحجم لا شيء شنو الكرسي مقام البعض هكذا عبروا عن الكرسي قالوا الكرسي مقام السلطة الإلهية البعض قالوا بأن الكرسي مرتبة من مراتب علم الله عز وجل مرتبة من مراتب علم الله نقيس هذه المرتبة نقيس هذه المرتبة بالسماء لا شيء مقابل تلك المرتبة واضح مراتب علم مرتبة من مراتب علم الله بالكائنات وفي الحديث وسع كرسيه السماوات قال وسع علمه الإمام الصادق عليه عبد الله الصلاة والسلام الكرسي العلم كما في هذه الرواية مزيد هذا الكرسي العظيم اللي الطريح يذكر في مجمع البحرين يقول الكرسي جسم بين يدي العرش العرش أعظم والآن نبين الكرسي جسم بين يدي العرش يعني كأنها مقابل العرش محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى كل هذه مجتمعة في الكرسي وسمي كرسيا لإحاطته الإمام الصالح عليه أفضل الصلاة وآسك السلام يقول لفضيل كل شيء في الكرسي أي شيء موجود داخل الكرسي إذا نجمع هذه الرواية مع تلك الرواية المقصود بالكرسي علم الله يعني كل شيء في علم الله وهذا أمر واضح بيّن شنو قياس كيف يمكن أن يقيس الإنسان علم الله عز وجل بالسماء هذا قياس باطل فهكذا يكون أجر العالم هكذا نقيس أجر العالم الذي يوجب هداية جهال الشيعة مساكن الشيعة ضعفاء الشيعة كعرش كعرش الكرسي على السماء في الكرسي في رواية أخرى وسع السموات والأرض والعرش وسع كل شيء ووسع ووسع الكرسي هذا العرش بعد شنو الآن اللي حتى الكرسي ضمن العرش أكو بالنسبة إلى العرش في رواية زينب العطارة كانت من الصحابيات تقول بالنسبة للعرش السماوات السبع والأرضون والبحر المكفوف وجمال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلات حلقة في صحراء كل هذه تجتمع تكون أمام العرش كحلقة في فلات شنو هذا العرش العظيم على العرش السوى طبعا مو المخصوط بالعرش كما في الرواية أنه كرسي محل الرياسة أو محل جلوس الله والعياذ بالله كما يقوله أهل التشبيه من العامة بأن الله إلههم يعني طبعا بأن إلههم جالس على الكرسي أو جالس على العرش وهو أكبر من العرش بأربعة أصابع من كل جانب لأنه هو لازم يحيط بالعرش إذا صار أصغر من العرش يعني العرش أحاطه بالله فما يمكن فايش وي مكبر الله عز وجل طبعا إلههم يعني إلههم ذاك الإله اللي مخلوقه أذهانهم وتصوراتهم لا العرش معناه كما في البعض هكذا عبروا أنه مخلوق ومكان في المكان فالشيء يدار الكون بأمر الله تعالى عبر هذا العرش في رواية أمير المؤمنين سلام الله عليه حول العرش ليس العرش كهيئة السرير اللي يتصور البعض من المنحرفين عقديا ولكنه شيء محدود مبلاحد الشيء الذي هو بلاحد هو الله عز وجل لا حد له لا انتهاء له أبدي سرمدي دائمي أما العرش فهو محدود كل شيء ما خل الله فهو محدود لأنه مخلوق الله عز وجل فيقول الإمام سلام الله عليه ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر أو مدبر يمكن إن كان مدبر يعني تدبيره بيد الله عز وجل إن كان مدبر إن هذا فالشيء الله خلقه شيء عاقل جعل بيده تدبير بعض الأمور أليست الآية تقول والمدبرات أمر هناك مدبرات في الكون الله جعل المدبرات الطولية يعني في طول الإرادة الإلهية مو أن الله عز وجل فوض إلى هذه الأمور كما زعمت اليهود أنه فوض أمر تدبير الكون إلى مثلا إلى بعض الملائكة وبعدين هو تعب راح استراح لأن الله عز وجل قائم على كل شيء في آية الكرسي ولا يؤده حفظهما خلق السماوات والأرض شيء وحفظ السماوات والأرض شيء آخر غير غير الخلق يمكن أن تبني لك بيت بس المحافظة يمكن أن تخترع شيء جديد ولكن المحافظة على يمكن أن تكسب أموال كثيرة رجل تاجر يكسب أموال كثيرة بتجارات بس المهم المحافظة على هذه الأموال لذلك الله عز وجل في آية الكرسي لا يقول لا يؤود لا يصعب عليه خلقهما لا الخلق أهون من الحفظ هنا يقول ولا يؤوده حفظهما يعني ما يصعب عليه حفظهما لهذه هي العلة المبقية العلة المبقية مهمة جدا والله عز وجل قائم على كل شيء لحظة واحدة إذا الإرادة الإلهية لم تتعلق بالاستمرار ينتهي الكون كل لأنه كما أن الإنسان في أصلي يعني أن الممكن كله ممكن في أصل خلقته يحتاج إلى مدبر خالق موجد في استمرار خلقته لنفس العلة يحتاج إلى مدبر خالق موجد معطي هذه الحياة آن فآن وأن لا ينعدم ينتفي طيب فإذا قلنا مدبر يعني مدبر من قبل العرش شيء مدبر إذا قلنا مدبر مثل باقي المدبرات التي هي في طول الله عز وجل في رواية عن الإمام الصادق أيضا سلام الله عليه كل شيء خلق الله في جوف الكرسي أو خلقه الله في جوف الكرسي خلا عرشه إلا العرش كل شيء مخلوق داخل الكرسي إلا العرش فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي العرش أعظم من الكرسي وهذا بالنسبة إلى العرش إذن الرواية تقول رواية الإمام الجواد سلام الله عليه أن فضل هذا العالم بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسية والحجب على السماء يعني المقصود أنه لا يقاس يعني له فضل عظيم عظيم جدا بس شنو الحجوب الحجوب قد تكون حجوب مانعة في لسان الروايات والأدعية وقد تكون حجب مباركة الحجوب المانعة التي تربط سيد الشهداء الحجوب المختلفة ذنوب الإنسان تكون حجابا بينه وبين الله عز وجل وهذا الدعاء عندما يصل إلى هذا الحجاب يرجع إلى الإنسان فإذا جعل الإنسان تربة الحسين في صلاته فإن هذه التربة تخرق الحجوب السابعة كما في الرواية هذه حجب مانعة من ذنوب الإنسان أمور أخرى ولكن هنا بيان الفاضل كأنما للحجب فاضل كبير أكبر من وجود هذا السماء فشنو هذه الحجوب؟ روايات مختلفة متعددة في البحار غير البحار عن الحجوب وما هي إحدى الروايات التي ذكرتها أنا في معاني الأخبار للصدوقة رضوان الله عليه يبين الحجوب يقول مع خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل خلق الحجوب الاثني عشر شنو هذه الحجوب؟ حجاب القدرة حجاب العظمة حجاب المنة حجاب الرحمة حجاب السعادة حجاب الكرامة المنزلة الهداية النبوة الرفعة الهيبة الشفاعة وبهذه الحجوب فضلها على السماء هل يقاس؟ لا يقاس قضاء فإذن الإمام الجواد يذكر فضل لهذا العالم بسبشار بأن يستعين لعلمه لإهداية الآخرين ويترك علم إلى القادر لا يكتب علمه ولا يبين علمه زكاة العلم لا شروع إذا ميريد ينشر لا يصعد منبار لا يكتب لا يلتقي بالناس زيان هذا العلم يكون إلى شرف ذاتي هل مقدار؟ أما إذا ما أخذ بعيد الآخرين ففي يوم القيامة يحسبه الله عز وجل سبعين عاما يتأخر حسابه كما في الروايات وفي روايات أخرى يعني في الروايات أن الجهال يحسبون ويذهبون إلا الجنة وإلا النار إلا واحد في يوم القيامة اللحظة ما يريد ينتظر في صحراء المحشر لحظة الانتظار هناك صعب فكيف خمسين ألف سنة؟ يقول الجهال يرحون سبعين عام وراهم العلماء يحسبون حسابهم عسير وأكو في الرواية لا نحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم ليش الشيء يصير سفيه خارج عن الضوابط الشرعية لضعف العلماء فالعالم لازم يبين علمه زيان وفضلهم على العباد يعني فضل العلماء على باقي البشر كفضل القمر ليلة البادر على أخفى كوكب في السماء هسه زيان إذا بدأ بفضل العرش على السماء بعدين يجي يبين فضل القمر على الكوكب الضعيف جدا اللي يمكن أن يلقواه واحد بالأجهزة يمكن أن يشوف هذا الكوكب مثلا إنما الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يكلمون الناس على قدره عقولها هسه إذا فدوا واحد عربي أعرابي جالس بدوي ما يفهم أصلا شنو العرش شنو الكرسي شنو الحجوب ما يقدر يستوعب هالمعاني أصلا هذه المعاني تنفع أمثاله زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب هؤلاء يفهمون المعاني ولكن هذا يجي يقول شنو العرش أصلا شنو الكرسي فيريد حتى هذا يستوعب الكلام وكل عربي كل بدوي كل شخص يمكن أن يستوعبه فضل القمر على أدنى الكواكب من حيث النور يحتذي به في الله ينتفع الإنسان بالقدر انتفعات كثيرة زي إذن مو هذا تدنن في الفاضل وإنما هذا بيان لمقدار استيعاب السامع جس السامع الحاضر أو السامع اللي بعدها يجي ويطالحها الرواية يمكن هذه الرواية ذكرها الإمام الجوا سلام الله عليه لأحد خواص شيعته ولكن هذا الخاص من الشيعة ينقل هذه الرواية فتصل إلى أيدي مختلف الأفراد من خواص يفهمون المعاني السامية إلى عوام لا يفهمون إلا المعاني الجلية التي من الضروري أن يبينها الإمام في رواية أخرى وعنه عن الإمام العسكري سلام الله عليه قال قال علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام لولا من يبقى بعد غيبة الإمام المنتظر المهدي بالاسم المخصوص الذي يقام لأجله من العلماء الداعين إليه هذا الذي يبين هنا العلة المبقية هذا التركيز على العلة المبقية اللهم عز وجل قلنا لا يؤده حفظهما قال يعني الحفظ جدا مهم جدا صعب لذلك الشيعة الذين يتمسكون بدينهم في فترة الغيبة هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله قال هم إخواني ليه شعني اللي يكون مع الإمام المهدي المنتظر في فترة الغيبة هذا يكون بمنزلة أخي رسول الله قالوا نحن إخوانه قال لا أنتم أصحابي إخوانه من يأتون من بعدكم لا يرونني ولا يرون أبنائي ولكنهم يعتقدون ويلتزمون بالدين ما ينحرف ما يفعل معصية ما يترك واجب يضبط نفسه وإن انحرف العالم كله خلي العالم كله ينحرف خلي ينحرف أنا أحفظ نفسي مو حشم مع الناس عيد لا حشم مع الناس ظل في كثير من الأحيان خزي خسارة مصيبة مداما الحشم مع الناس عيد مداما الكل هكذا فأنا هم أكون مثلهم لا المفروض الإنسان يوضع في قابرة وحده مو مع الآخرين فهو لازم يجيب يتمكن أن يجيب يتوكل على الله يفعل ما يشاء ما يتمكن أن يجيب خليه هو هنا يحتاج قال لولا من يبقى بعد غيبة الإمام من العلماء الداعين إليه يدعون إلى الإمام والدالين عليه هنا ملاحظة الداعين إليه تأكيد العلماء الذين يدعون شنو عندنا عالم منحرف أحب علماء منحرفون في التاريخ دائما كانوا بلعم البعور وهذا كان رجل كبير عظيم في قومه عابد عالم انحرف كان عنده الاسم الأعظم انحرف ابن أبو العزاقر الشالمغاني في فترة الغيبة الكبرى انحرف وكانت كتبة في بيوت الشيعة بيوت الشيعة من كتبه ملا يعني عنده كتب رسائل عملية فتاوى الشيعة يعملون به كان وكيل الإمام العسكري سلام الله عليه يمكن كان أيضا وكيل الإمام الهادي أيضا كان رجل شيبة في غيبة في الغيبة الصورة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجوها الشريب الوكيل الثالث كان فسين ابنه روح شاء حدث الإمام اختار بعد ذلك هذا كان يصور أنه هو رح يكون الوكيل الثالث هو كان يصور حدث فتغير وعلم وعلم كان خبير كان باللغة يلعب بكلمات ويبكي ويقبل الرسالة والناس يختروا به الآلاف علي ابن أبي حمزة البطائني لعنت الله عليه هذا كان وكيل الإمام الكاظم سلام الله علي لفترة يمكن أكثر من عشر سنوات أكثر من أربط عشر سنوات اجتمعت عند أموال الإمام الكاظم الإمام الكاظم بالسجن الأموال اجتمعت عند من؟ عند علي بن أبي حمزة البطاني استشد الإمام الكاظم الإمام وصلت إلى الإمام الرضا الإمام الرضا أرسل إليه وفدا شخصا أن هذه الأموال التي اجتمعت عندك أعطيني إياها أرجعها هذه أمانة يمك زيان هو كان كبير في العيون كان 80 سنة عمرك يخسر هذه الأموال المليارات التي جمعها من الخمسة والحقود طبعا أنا أقول مليارات أموال كثيرة كانت أم لا هو اجتمع مع ذاك زياد القندي ومع ثالثين وأسسوا مذهب الوقف أن الإمام الكاظم لم يموت وهو حي يرزق وغاض يعني شنو عن الإمام الرضا هذا ليس بإمام حقيقة حتى شنو يحفظ على الإمام هذا سبب شق في صف الشيعة الشعر كانوا يعتقدون بمعقولة هذا يكذب هذا العالم الكذب لذلك دائماً أكو تركيز على العلماء العلماء الذين يدعون إلى الإمام الذين يسيرون على خطى الإمام سلام الله عليه مو أي عالم لذلك نجد في التوقيع الشريف أنه أما من كان من العلماء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه في العوام أن يقلدوه لاحظوا الرواية في البحار الشيخ الأنصاريان في الرسائل ذاكرة في الفرائد وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة أو علماء الشيعة لا كلهم يمكن واحد يدعي أنه فقيه يمكن بالفعل أن يكون فقيه عند ملكة الإجتهاد والإستنباط بس هذا ما يأثر صرف الفقاهة إذا لم يتبع كنت أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كنت أتبعه اتباع الفصيلة إثر أمه شنو خصوصية الفصيل الفصيل يمشي خلف الناقة يجعل رجله محلة رجلة إمناقة لا ينحرف أبداً مستقيماً يمشي خلفه هذا الفصيل الإمام أمير المؤمنين يقول هكذا أنا كنت ورسول الله صلى الله عليه وآله أتبعه اتباع الفصيل مثل الفصيل زيان لذلك هنا يقول من العلماء الداعين إليه العلماء الذين يدعون إلى الإمام والدالين عليه يدلون يرشدوك إلى الإمام مو يرشدوك إلى مصالحهم والعياذ بالله والذابين عن دينه بحجج الله يذبون يدافعون عن دين الله عز وجل بحجج الله بحجج الله يعني بالأئمة الأطهار أم لا بالحجج التي ذكرها الأئمة الأطهار والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته إبليس خلو يشتغل ليل نهار هذول يجون يخرجوهم من شباك إبليس ومن فخاخ النواصب إبليس يعمل داخليا على العقيدة النواصب بالشباهات الخارجية فهناك تكامل في الأدوار بين إبليس والناصبي لما بقي أحد يقول لو لا هؤلاء اهم اهتمام الروايات بالعلماء لهذه الجهة للعلة المبقية لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله لو لا هؤلاء العلماء بعد الكل كانوا يرتدون ما يبقى واحد ولكنهم الذين يمسكون هؤلاء العلماء يمسكون ماذا؟ أزمة قلوب ضعفاء الشيعتنا يعني مجامع قلوبه الفؤاد الأفئد الموجودة عند الشيعة القلوب ما هو المقصود هذا القلب الصنوبري يعني فهمهم يمسكون فهم الشيعة ضعفاء الشيعة ويجرونهم إلى الجنة كما يمسك صاحب السفينة كما يمسك صاحب السفينة سكانها مثل ما السكان مركز قيادة السفينة قلوب القلب أيضا مركز قيادة الإنسان فهؤلاء يأخذون قلوب الشيعة من الضعفاء والمستوعفين كما أن الربان يمسك سكان السفينة أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل طبعا في بعض الروايات أنه يسأل الزرارة أو الزرارة هو الراوي والرواية معتبرة والسنة الرواية تسأل يقول أنه الآية نزلت في قوم في جماعة مثلا بعض الآيات تتكلم عن فرعون تتكلم عن شدات تتكلم عن نمرود تتكلم عن بني إسرائيل تتكلم عن علماء السوء السابقين مثله كمثل الكل إن تحمل عليه يلهف أو تتركه يلهف تتكلم عن من هو كالحمار يحمل أسفارة فيسأل الراوي يقول أنه هؤلاء ماتوا وانتهوا فهذه الآية شنوة؟ بس نتبرك بقراءتها الإمام سلام الله عليه فيه رواية صحيحة ينقلها زرارة رواية متعددة يمكن تكون مستفيضة أو متواترة يقول الآية عندما تنزل على قوم لو مات القوم ماتت الآية يعني كأنما فترة استفادة من هذه الآية انتهت نحن أخونا نقرأ القرآن فقط للتاريخ وإنما القرآن الإمام يقول في هذه الرواية يجري مجرى الشمس والقمر يعني دائما هو حي الشمس تأتي بعد ذلك القمر يأتي وهكذا هذا الدوران المستمر الشمس والقمر بحسبان في حساب دقيق ومستمر فإذن بل لكل آية مصداق في كل زمان تتجد آية بالنسبة إلى فرعون في زماننا يوجد فرعون بالنسبة إلى قضية بني إسرائيل في هذا الزمان إلى مصداق لهذه الآية مصادق مصداق أو مصادق حتى يبقى القرآن حي كتابه عبرة مصر في كتاب التاريخ هذه الرواية نجعلها ليوم غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر